تحيات سامة دلتا للسكر وماذا نرى لهذا السامة الذي ما زال ايجابي طالما محافظ على مستويات ال64 الى مستويات ال65 واللي عزز ده كمان هيكلية الهبوط حتى الان هي هيكلية الصحية وعشان كده احنا كنا مهتمين ننتظر نشوف الهيكلية دي لو احنا ملاحظين الهيكلية هيكلية تصحية انا بنزل على شكل اي بي سي اللي اتوقع ان احنا هنصعد شوية لحد المنطقة دي وقد نعوض مع الاخر نسجل قاعة جديد ما قبل تكملة الاتجاه الصحية انا يهمني هروح للمنطقة دي ازاي اللي عنده مستويات ال65 الى مستويات ال64 جنيه طيب الموجة دي جات ازاي لو احنا لاحظنا عملنا قمة وصححنا ليه موجة وعملنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وده انبوز الموجة تالتة وصححنا الدورة بتاعتنا كلها وصعدنا بقوة عملنا موجة خمسة موجة ممتدة طيب الموجة الخامسة دي مش ممكن تيجي بنفسه طول مستويات الموجة الاولى والتالتة لو الموجة التالتة جات خرجو له خصوصا انه احنا بنعمل تغير في الاتجاه اه وممكن توصل لحد مستويات ال61 فيبو فوسطت لحد مستويات ال100 فيبو وده الحد الان احنا كنا بنتعامل مع الهيكلية دي انها هيكلية تصحية ويا اقرب لانها هيكلية تصحية عشان كده التصحيح الحالي ده هو مفتاح السهم هو اللي هيقول لنا السهم فعلا على ترند صاعد ولا لا لو لاحظنا انها هيكلية فعلا هيكلية تصحية حتى الان هيكلية تصحية وما زلنا ان ننتظر منطقة الانعكاس دي هنعمل عن داعي هلا هيديني شمع السويلة وينفاجر السهم من المستويات الحالية وتحاولها على ترند صاعد وانا اميل للمنطقة دي خصوصا طالما انا محافظ على مناطق ال60 جنيه وبقوة ومحافظ كمان وده اللي يهمني على الزخم الشرائي اللي بيزيد وضل واضح جدا على السهم طيب السهم ده انا على الاقل عايز هدف ايه بالنسبة لي انا مش عايز هدف كبير انا اول منطقة اتعرضي بالنسبة لي ايه اللي انهارت مانا اخر موجة المنطقة دي انا عايز اول منطقة ان انا حاول اروحا ده عندي مستويات 85 لحد مستويات 90 جنيه ده هدف الحالي ولكن اتوقع ان احنا هنشكل قمة جديدة طيب القمة الجديدة بتاعتها هتروح لي فين اخد القمة وقال يتشكلوا عندي من الموجة دي كلها اللي انا شايف انها كانت موجة مكتملة وابحث عن ايه ابحث عن مستويات 38 لحد مستويات 61 فيبو يعني انا عندي هدف ممكن يروح لحد مستويات 100 جنيه وممكن يبتد لحد مستويات 121 جنيه وممكن يبتد لحد مستويات 145 جنيه خلينا نشوف هيكلية صعود السام خصوصا ان السام صعد القوة فاتوقع انه ممكن يعمل قمة خجولة في المرحلة الحالية واحنا بنتداول اخر موجة في اخر موجة ممكن تيجي مقاطعة ممكن تطلع تشكل قمة ضعيفة وترجع تكمل في الاتجاه الهابط وده اللي بيعزز فكرة ان احنا هنشكل قمة مش شرفت تكون قمة جفار فعشان كده هنرأي مستويات 101 بحرص وبعد كده لقينا ممكن نحقق هدف مستويات 101 و21 هنشوف وبالتوفيق ترجمة نانسي قنقر